مرحبا بكم اللحظات الأخيرة مباراة النجمة الساحلي شابق سنتينة في الجزير مباراة الذهب لدور لول من المسابقة كاسر بيتلطالي فريقيا مباشرة الملعب أقسنتينة والموجود مع بعضنا الخاص نجيب المجليسي نجيب مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك كل هذه المباراة في اللحظات هذه بانتصار كبير النجمة الساحلي دين فلاش هي نتيجة المباراة هدف أول كيستانشو ثم إلى سيدي بي بعد مردود كبير بعد مجهود كبير برجة اللي تقريبا عملت كل شيء سيدي شخص يبيع كامل متاجل هدف سوليني وفي اللحظات الأخيرة تقريبا يخار 24 ضرب الجزاء للنجم من الشيء الحقيقي العواني والحكم يعلق على ضرب الجزاء للنجم نفذها بالنجاح عن ضرب الجزاء في انتصار مهم للنجم وقولوا أنا والنجم مع مرحبا بيرا برجة نسترسع للدورة الثاني للدورة الثاني من كاسر ربيل سرطان الفريقية والأيض الثاني لحقيقة النوهو بالمرضوط الكبير بيكتب وليوم النسب ردي الساحلي لحقيقة شخص مباراة ممتازة جدا بالنجم لحقيقة النجم لنجم برد الساحلي ومرضوط الكبير في جول الدعبين أبرزهم اللعب للدورة الثاني لحقيقة اللعب للساني ومن مباركة في كرة الثانية لحقب مرد الساحلي على كل سنة فليس هذه هي رتيشة المباراة السلحة للدورة الثاني مع أجري كثيرة هناك في مرعب سيد حمداوي ساعد يكون بها جميلة السرعة ألف مبروك للنجم وهم نجحة في قسنتين وفي تذار كما قلت تأكيد تأهل الدور القادم نجيب بالمباراة العودة في سوسة الأسبوع الجاي نجيب نعلم شنية التطورات اللي عندك والمعنطيات اللي عندك لأنه بعض أحداث في صفوف جماهير نجم الساحل شنية الصورة بالضبط وكنتمنى على الجماهير النجم الحقيقة يا سامي كانت المشاكل اللي بدأت حتى قبل الماضي يعني فما فما بركاجات وفما حتيث عمد تارت في المباراة هذه قبل المباراة بين الجماهير الزوسيران شوفنا حتى محاولات بتاع افتيكات هاتف يعني الحقيقة تارت قبل المباراة وتطور بالمباراة تبادل وتراشق بالقوارير وبالكاراتي بتاع الملعب الحقيقة تارت الأمور هاتفة يعني الأمور هاتفة والأمور طيبة لكن تشانجت شوية الأمور في وقت بالأفضل لكن الأهم والأهم أنه النجم حقق نتيجة يجب وان شاء الله كيف الجماهير الحاضرة اللي حسب تبكاثر على الحقيقة وديب لزموه متميز جمعيز على قلت روح من قسار مهم شكرا لك ناجيب المجريسي مبعوطنا الخاص لتغطية رحلة للنجم في قسانطينة نذكر النجم الساحل في فاز 2-0 على شباب قسانطينة الجزائري في قسانطينة بونتوات سومال وحمز الجلاسي من ضربة جزائر المحكمة للرياضية الدولية اللتاس رفضت طلب الاستعجالي لإدارة هلال الشابة بإيقاف انتلاق البطول للمنتظرة نتلقى غدوة إلى حين البد في ملف الشكاية التي قدمت بها إدارة هلال الشابة في موضوع الإجازة الفنية اللي وقع سنادة من قبل الجامعة لحد العيب اتحاطها طوين وهكا البطولة تتلعب في وقتها في انتظار بتبع مقالات من بعد قرار التاسع في ملف اللي كما قلنا والشكاية التي قدمت بها إدارة هلال الشابة إدارة التلفزة الوطنية ردت اليوم على بلاغ الجامعة التنصية لكورة القدم وعبرت على رغبتها في العودة لبث مباريات البطولة لكن بشروط الشرط لول الشرط لول هو إعادة سياغة عقد جديد مع الجامعة التنصية لكورة القدم النقطة الثانية وهي الموافقة على دفع مبلغ 4.4 مليار دوات وفاصل 7 في العام الواحد لكن مع الحصول على البث الحصري لمقابلات الرابط لولا والكاس والمباريات الودي المتخب الوطني دون منح الشارع لأي قناة أجنبية أو منصة عندهم حقوق البث في خصوص مشكلة العقد القديم التلفزة الوطنية طلبت إيجاد حل بالحصنة في إطار لجنة من سلطة الإشراف أو مع طرف تحكيمي تفق عليه الأطراف لثمين هيئة للنادي الإفريقي تلقات مراسلة من لجنة تأديب الفيفا طالبها بضرورة خلاص تغرام المسلطة الفائدة اللاعب زكريا العبيديو المقدرة بمليار ومتين في أجل أقصها 30 يوم ولا بش تتصلعت عقوبة المنع من الانتداب على النادي الإفريقي تعينات حكامه قبلات الجولة البطولة بشأن تلقى غدوة كدفحة أولى في المجموعة الأولى بداية من الأربعة ونصف مستقبل السيماء المنعب التونسي الحكام محرز المالكي اتحاد بن جدين نادي الإفريقي الحكام أيتم جيلات في المجموعة الثانية ترجي مستقبل مرسل الحكام خالد جويدا نهارة لحد زوز مباراية من المجموعة الثانية نادي سفيقسي نادي بنزلتي الحكام أسامة رزقلة نجم المتلوي اتحاد طويل الحكام أحمد الثوتي البطولة الإماراتية بداية صعبة للثناء التونسي نادر الغندري وهي كان الشيخاوي مع نادر عجمان الإماراتي اللي خسروا ثلاثة بلاش على أرضية ميدانهم وكان الغندري سجل هدفها الثانية لفريق الشباب بهدف بالخطأ في مرمى فريقه أيضا كل السعودية متواصل البداية صعبة الحقيقة لأي من دحمان مع فريقه الحزم اللي يخسروا مباراة الثانية على التويل المرضية خسروا ثلاثة سفر على أرضية ميدانهم أمام الاتفاق كانت هذه أخرى الشهرات الرياضية لليوم تلقى على السيد موزيكا فام بون نادر